ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري أهلا ومرحبا بك أستاذ نظير الله محيحك يا خير بداية استشهاد متظاهر وإصابة آخرين نتيجة الاشتباكات التي حصلت على جسر السنة كيف تقرأ المشهد خصوصا بعد عودة آلة القتل مرة أخرى بين المتظاهرين وبهذه الوحشية حقيقة قبل قليل الخبر أنه ارتقى شهيدا آخر وأصبح شهيدين وربما 23 جريح في جسر السنة وصباحا كانت هناك اشتباكات أيضا في ساحة الوثبة مما يدلل على أن هناك تصعيد جديد قبيل التظاهرة التي يسميها التظاهرة المليونية التي دعها لها الصدر هذا التصعيد ربما تمهيد لهذه التظاهرة الميليشياوية وهذا يندرج في إطار تهيئة الجو لفض هذه التظاهرات ربما هناك خطة قد أبرمت بليل بين هؤلاء السياسيين وهؤلاء الميليشياوين لوائد هذه التظاهرات بحجة أنه يجب أن يكون هناك توحيد للصف ضد القوات الأجنبية وبالأخص منها القوات الأمريكية وبالتالي فإن لا أحد سيقف أمام حجتهم على اعتبار أن هذا مطلب وطني لكن هو كلام حق يراد به باطل حقيقة الأمر هم لا يبتغون ولا دعواتهم جادة في إخراج القوات الأمريكية إذن ما أهدفها الحقيقية أستاذ النظر هذه الدعوات الملونية هذه هي جاءت فرصة يريدون استغلالها يعني موضوع الآن الصراع الأمريكي الإيراني والذي ساحته أصبحت العراق الآن الميليشيات والأحزاب تريد استغلالها كفرصة لتخلص من الصداع الرأس الذي جلبه لهم المتظاهرين في تظاهراتهم والتهديد الجدي لوجودهم من خلال هذه التظاهرات فيريدون يعني طرد المتظاهرين من ساحات التظاهر بحجة أن هناك تظاهرات ضد الوجود الأجنبي والوجود الأمريكي وبالتالي سيكون من المستحيل على المتظاهرين العودة إلى ساحات الاعتصام والاستمرار في مطالباتهم ضد الفساد الموجود لكن نجد أن على رغم أن مقتدى صدر يطالب بمليونية ضد الوجود الأمريكي لكن هناك رفض شعبي لشخصية أصدر بشكل عام كيف تفسرون هذا؟ يعني الكلام الذي يدور بين المتظاهرين يقولون أن هذا الصدر الذي يعني الآن يريد أن يحشد بمليونية التظاهرة مليونية في ساحات التظاهر والاعتصام لم يكن له وجود ولا تصريح طيلة أكثر من ثلاثة أشهر والضحايا يسقطون والجرحى وعمليات القتل والاختيالات لم يكن له دور حقيقي بالرغم أنه هو جزء فاعل في هذه العملة السياسية وله القدرة على أن يعني يغير أشياء كثيرة في صالح المتظاهرين لكن الآن يعني دعا لهذه التظاهرات بعد مقتل سليماني يعني أنا لا أعلم من يعني ولا أصدر لمن هل هو للعراق أم لإيران لماذا هو يكون شديد الحماسة لمواقف تمس الطرف الإيراني بينما يجعل نفسه بصمت القبور عندما يكون هناك شيء يخص وطننا ويخص بلدنا ويخص شبابنا المتظاهرين هذه يعني يعني يبدو أعمالة واضحة يعني على الصدر ولكن أيضا على الأحزاب المفلسة التي تتهم المتظاهرين بالتبعية للخارج وبالعمالة مع الأسف الشديد وهي صوانة تسمع دائما وخاصة في العراق في محاولة لشيطنة هذا الحراك وهذه الثورة أنا أخص الذكر بموضوع الصدر وتيارة كون أنهم دائما يصدروا المشهد ويدعون بأنهم نصير المظلومين نصير المحرومين وهم يدافعون عن قضاياهم وقد أثبتت السنين التي ذهبت بكذب هذه الإدعاء وأن هذا الصدر ما هو إلا يستغل جماهير الذين يتبعون سراشة وقلة عقلا وكذلك يطفو على الشعارات الوطنية التي يرفعها المتظاهرين الحقيقيا ليكسب بها مكاسب سياسية وليدعم هذا النظام المتألف من هذه الأحزاب الفاسدة والميليشيات المجرمة لذلك هو جزء من هذا النظام السياسي وسقوط هذا النظام السياسي معناه سقوط له شخصيا ولتياره السياسي لذلك هو يدافع بضرورة ولكن دوره الآن هو دور أن يمثل الطرف المعارض للنظام ويحاول أن يمتص زخم هذه التظاهرات ويمتص هذه النقمة الموجودة عند الشعب العراقي وتسريبها إلى لا شيء هذا حدث في 2015 و2016 ويحاول في هذه المرة الأخيرة أن يركب هذه الموجة ويفعل نفس الشيء لكن الجماهر كانت فطنة لمحاولته هذه ومنذ اليوم الأول نادوا بأن يتنحى الصدر وتياره جانبا ويكون الشعب العراقي وحده في ساحة التظاهر مقتد الصدر يدعي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أدخلت الفساد إلى العراق هنا نسأل سؤال مهم ما هو تعريف الفساد لدى الصدر؟ هل هو فساد الأحزاب السياسية التي تحكم العراق طيلة 17 عاما أم أن هناك طرف آخر يتكلم عنه؟ يعني أنا أرى أن الصدر في تصريحي هذه هو صادق تماما لأن الاحتلال الأمريكي جلب هو وأتباعه وهذه الأحزاب وهذه الميليشيات بمعنى أن الفساد المستشري بهذه الأحزاب الأمريكان من جلبوهم لذلك الآن يعني يخرج بتظاهرات ضد الاحتلال الأجدبي ومن جاء بك ومن جعلك رجل سياسي ولك مكان بالعملية السياسية لولا الأمريكان وباقي الأحزاب من جاء بها من إيران وباقي الميليشيات من جاء بها من إيران لو لا الاحتلال الأمريكي لما تجرأ أي شخص من هؤلاء دخول العراق هؤلاء يعني خونة بصريح العبارة لا يمكن تلبست الموضوع بمعنى آخر من يقاتل وطن بأي شكل من الأشكال حتى لو كان النظام نحن لدينا ملاحظات عليه لكن أنت تقاتل وطن كنت لن تقاتل نظام تقاتل وطن فهذا بصريح العبارة أنك شخص خائن بالخيانة العظمى وعميل لدولة معادية لا يقاتل الفساد الذي أدخله الأمريكان لماذا لا يقاتل أحزاب التي دخلت مع الأمريكان وهذه الحاصل تحصيل لماذا أنت جزء من عدو من العملية السياسية هو الآن يمتلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وقادر على أن يكون هو أساس لعملية سياسية غير فاسدة بينما هو يجعل نفسه جزء من هذا الفساد وهذه الدعواء ضد الفساد ما هي إلا مساومات لمقدار ما يحصل من مكاسب سياسية هذه حقيقة الصدر وعلى ما يبدو أن حتى لو الأمريكان خرجوا من العراق فإن الفساد لن ينتهي في الحقيقة بالتأكيد مدام هذا النظام موجود لن ينتهي الفساد المتظاهرون أو الثوار يقولون أن ثورة تشرين تهدف إلى محاربة الفساد والفسدين والتبعية والخلاص من كل تلك المرحلة السيئة في تاريخ العراق هل تعتقد أن المتظاهرين الآن يقتربون أكثر من تحقيق أهدافهم لأن الثورة صمدت حتى الآن أكثر من مئة يوم ونحن نلاحظ أن هناك زخم شعبي متواصل لا يتوقف أنا أقول لك للإجابة على هذا السؤال وهو شيء مهم جدا يا ترى هذا كلها الحراق كل هذه الطبحيات كل هذه الدماء التي بذلت على ساحات التظاهر من أجل التخلص من منظومة الفساد المتمثلة بهذا النظام هل يا ترى كانت وصلت إلى طريق مزدود أم طريق ما زال هناك أمل في الطريق أنا أقول أن هذه التظاهرات قد حققت الكثير من المجزات ربما أحد أهم المجزات إنها ضربت الطائفية وأقبرتها بأرضها وجعلت الشعوب الآن لا تتكلم بشيء اسمه طائفي كما كانت الأحزاب تؤسس لهذا المعنى داخل المجتمع العراقي وهذا بحد ذات إنجاز كبير لكن يا ترى هذه التظاهرات هل سوف تنتهي إلى إسقاط هذا النظام وتأسيس عملية سياسية نابعة من الشعب العراقي أنا أقول لك يعني هؤلاء المتظاهرين بسلميتهم بصدورهم العزلاء وحدهم لا يستطيعون أن يفعلون هذا لأن هذا النظام نظام بطش الرفع السلمية بحد ذاته هو لوحده لا يحقق هذا الإنجاز لكن الرفع السلمية هو لمخاطبة المجتمع الدولي لمخاطبة المجتمع العراقي مخاطبة المجتمع الدول المجاورة لكي تدخل باعتبار أن هؤلاء وناس ليسوا إرهابين ناس سلميين أرادوا تحقيق حياة أفضل لهذا الشعب لكن مع الأسف أن المجتمع الدولي ما زال يتعامل بانتهازية ويتعامل بمصلحية ويرى أن ما زالت لديهم مصالح من هذا النظام السياسي الفاسد والمجتمع العالمي والمجتمع العربي والإسلامي كانت مواقفهم بائسة وغير جديرة ولا ترتقي إلى التضحيات التي بذلت في سبيل الوصول إلى نظام عادل وإلا ما الذي يمنع هذه الدول أن تساند هؤلاء المتظاهرين ولو سياسيا ولو بشكل مواقف سياسية هذا الأمر حقيقة وصمت عار في جبين هذه الدول الفاعلة التي تستطيع أن تحقق شيء طيلة 17 عاما والمواطن العراقي يسمع الوعود من هذه الكتل السياسية ومن تسلم أمور السلطة في العراق أو تسلم أمور السلطة سنعطي الكهرباء بطيلة الوقت سنعطي حصة المواطن العراقي من النفط سنجعل كذا سنفعل كذا لكن لم نجد شيء واليوم نجدهم يتكلمون عن الفساد ويتبجحون بهذه القضية مما صنعوا مما جبلوا هؤلاء يعني الأغرب من هذا أن الشخص الفاسد نفسه يرسل أتباعه للتظاهر ضد الفساد أنت تظاهر ضد من تظاهر ضد نفسك يعني حقيقة لا يوجد خجل لا يوجد احترام لأنفسهم بحيث أنهم جميعا فاسدين وكلهم يصرحون بأننا نحن ضد الفساد وكأنما الشعب العراقي غير واعي لما يفعلون يعني هم يعرفون أنهم لا يستطيعون خداع الشعب العراقي لكن الشعب العراقي لديه حلم لكن هذا الحلم انتهى الآن خرج الشعب العراقي المطالبة بالإصلاح وإلا أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يقوم به من هم فاسدون أستاذ ناضي ضاني أتوقف هنا وهذه نقطة في منتهى الأهمية محاولة التلاعب والتفاف على مطالب الجماهير والثوار الآن بماذا تنصح الثوار ما الدور الواجب عليهم اتخاذه من أجل تجاوز هذه المرحلة والاستمرار في ثورتهم والنجاح طب هذا أمر مهم جدا وطالما رددنا بأن على المتظاهرين أن لا يجعلوا هذه التضحيات تذهب سدى وأن لا يجعلوا هذه الفرصة هناك فرصة مثالية للتغيير في العراق أن لا يجعلوا هذه الفرصة تذهب سدى والتضحيات لا تذهب سدى وأنا أقول أن هؤلاء الشباب الذين لديهم الاستعداد للمضي إلى آخر المطال في تضحياتهم لأجل الوصول إلى هدف المنشود لكن هذا الهدف المنشود لا يمكن الوصول إلى فقط بالتضحيات نحن لسنا رهبان نلقي بأسادنا إلى التهلكة فقط والتغيير سيكون من غيرنا يجب أن يكون هناك تجمع سياسي بعض الناس يقولون هذا التجمع أنت ترميه في التهلكة أنا لا أقول هذا الشيء يعني ممكن أن يكون سريا يجب أن يكون لهم هيكل سياسي يجب أن يكون لهم ناطقين بإسهم يحاولون التواصل مع حكومات العالم وإلا من يمثل هؤلاء الشباب ربما إذا يبقى الوضع على هذا الحال ستنقلب صفحة أخرى وتذهب التضحيات إلى لا شيء بأقل من دقيقة يعني الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يغصفون إيران بأنها الرعي الأكبر للإرهاب اليوم هناك فرصة كبيرة ومؤاتية وذهبية في العراق للخلاص من هذه القضية لماذا لا تفعل ما زالت حقيقة الولايات المتحدة دولة غير موثوقة ما زالت يعني هي تردد بأن إيران هي راعة الإرهاب وهي من تقوم بالفساد داخل العراق لكن مع ذلك لم نرى هناك يعني إجراءات عملية لمساند الشعب العراقي الآن الشعب العراقي كله ضد هذا النظام العميل لإيران لماذا الولايات المتحدة لا تساعد هذا الشعب هذا يشكك بأنه لديهم عداوة مع النظام الإيراني يعني أنا لا أجد تفسير غير أنه ترامب وإدارته تتعامل بمصلحية ووقت ما كان يعني أستطاعت أن تبرم اتفاق مع إيران ربما ستكون هي من تساعد في وقت هذه التظاهرات أشكرك جزيلا أستاذ نظير الكندوري الكاتب والبحث السياسي كنت ضيف هنا في الأستوديو شكرا 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 شكرا